اشتركوا في القناة اولا دعونا نتعرف على الترجمة اضافة الترجمة والشرح تتيح لك الترجمة مشاركة فيديوهاتك مع شريحة اوسع من الجمهور بما في ذلك المشاهدون الصم او الذين يعانون مشاكل في السمع والمشاهدون المتحدثون بلغات اخرى لاحظ قضية المشاهدون الصم مرة وانا اتصفح اليوتيوب في احدى القنوات كان هناك شخص لا يسمع ترك تعليقا يطلب من منشئ المحتوى في تلك القناة ان يوفر ترجمة لانه يعاني هذه المشكلة فعلا هناك اشخاص يعانون وهم يحاولون ان يستوعبوا فيديو من الفيديوهات يشد انتباههم فحبذا لو ان نهتم قليلا بالترجمة في الفيديوهات ليس معنى الترجمة انها فقط تخص الاجانب اننا نترجم للاجانب بالعكس هناك اشخاص يعانون مشاكل في السمع فقط يشاهدون فبالتالي هم بحاجة الى الترجمة الترجمة لها معاني واسعة جدا هذا الجانب مهم جدا لابد ان نركز عليه اذا انشاء الملفات الخاصة بالترجمة هناك من يقوم بترجمة الفيديوهات عبر الفيسبوك لكن النقطة التي نريد ان ننبهها لها مثلا الاشخاص الذين يتحدثون باللهجة اللهجة تختلف عن اللغة العربية على سبيل المثال حينما نقول مثلا باللغة العربية بحرف الثاء مثلا مثلا هناك اشخاص يقولون مثلا فالترجمة ستكتبها بحرف السين يعني في مواقع الفيسبوك ستكتبها بحرف السين كما يتم نطقها وهذا خاطئ فهنا ماذا نفعل هنا ستذهب الى اي فيديو على سبيل المثال لاحظون هذه الترجمة انا تحدثت فيها باللغة العربية الفصيحة هنا انا كتبتها يدويا لم استخدم الفيسبوك انا كتبتها هنا يدويا لم استخدم الفيسبوك فلاحظ ان الترجمة خالية من الاخطاء فبالتالي لو تحدث شخص اخر بالترجمة مؤكد انها ستكتب بنفس طريقة النطق وبالتالي ستكتب بالاخطاء لن تكتب باللغة العربية الفصيحة فحينما تقول مسلا على سبيل المثال اذا تم ترجمتها بلغة اخرى انجليزية او فرنسية او اي لغة اخرى هل سيتم ترجمتها بنفس الطريقة؟ مؤكد انها سيتم ترجمتها بالاخطاء فحاولوا ان تحترسوا لهذه النقطة بالذات لكل شخص يترجم عبر الفيسبوك اذهب الى تعديل الفيديو بعد تحميلك للملف الذي تقوم باضافته على قناتك او تحميل الفيديو وهو مترجم بأي طريقة كانت واذهب الى الترجمة من هنا بعد ذلك اذهب الى تعديل ثم ابدأ في تعديل الكتابة من هنا يعني اذا وجدت هذه الاخطاء متوفرة قم بتصحيحها واعادة كتابتها من جديد لان هذا سيساعد الفيديو على تخطي مرحلة الاخطاء الاملائية اردت فقط ان انبه لهذه النقطة لاني كلما اشاهد بعض الفيديوهات ارى فيها هذه الاخطاء يتم ترجمة الفيديوهات يعني باللهجة وليس باللغة العربية الفصيحة واذا تم ترجمتها بالاخطاء مؤكد انها في باقي اللغات ستظهر بالاخطاء فاحيانا يتم كتابتها بطريقة مخالفة تماما كما يفعل جوجل ونعرف ترجمة جوجل في بعض الاحيان كيف تكون اردت ان انبه لهذا الموضوع حتى تعم الفائدة ان اعجبكم اضغطوا على زر اللايك اشتركوا في القناة ان لم تكنوا مشتركين وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم الجديد دائما من قناتكم فهم الفكرة